بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضلوا الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئة الأولى من دروس الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شابيب الرحمة والرضوان الباب باب لعن الكافر وبه قال حدثنا محمد ظني ابن نحتي شغلي عندما يقول في الأدب المفرد حدثنا محمد هو يتكلم عن نفسه فاللي بيقرأ السند بيقول وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني هناك خمسون موضعان ابتدأ فيها البخاري بنفسه محمد بن اسماعيل البخاري فهو في الأصل يروي عن من روى عنه هو يقول وبه ليقرأ حدثنا فلان لكن هناك خمسون موضعا في هذا الكتاب يقول فيها البخاري حدثنا محمد يقصد نفسه لذلك نقول وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة إني لم أبعث لعانا فلم يدعو سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله عندما جاء جبريل قال لو شئت لأطبقت عليهم الأفتبين وذلك عندما كان يعني عائدا من دعوات أبناء الطائف إلى الله سبحانه وتعالى والحقيقة سبحانه الله إلى اليوم الطائف جميل جدا يعني أنا مرة كنت في مكة درجة الحرارة في مكة تقريبا خمسين يعني نحن راكبين بسيارة وصلينا الجمعة طلعنا على درجة الحرارة خمسين لما وصلنا لنقطة بالطائف صلينا الجمعة وطلعنا على الطائف درجة الحرارة 16 ومع ذلك 80 كيلو متر بيناتهم فقط يعني في طريقين طريق السير وطريق الثاني طريق المتعرج 80 كيلو متر فقط ومع ذلك الناس في مكة وليس في الطائف انتبهنا سبحان الله والباب الذي يليه قال باب النمام أيضا يقول حدثنا محمد لذلك أنا أقول وبي إليه قال حدثنا أبو نعم أيضا هنا لابد من التصويب الصواب أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همم كنا مع حزيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حزيفة سبيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة النبي لا يدخل الجنة قتات يعني لا يدخل الجنة نمم من النمم الذي يروي الحديث ينقل الحديث على جهة الشر يعني مجي واحد لعند الشيخ وليد بيقول له شاب يا شيخ مسمعت شوء هذا الشيخ محمد فهو أنا بجوء حكيت علقت كذا فهو يأتي به لكن على جهة الشر انتبهنا فهذا نمم هم في الكلام للإمام قال الحافظ النمم الذي يحضر القصة فينقلها زادة في مجمع البحار على جهة الفساد والشرب من باب نصر وضرب والقطات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه يعني أن يظهره بالوشاية يعني يقصد الفتنة يعني يعلق الناس ببعضها البعض طيب الحديث الذي يليه أيضا حدثنا محمد لذلك نقوله بإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل منه بشر؟ قال حدثنا بشر ابن المفضل لما قرأنا ابن المفضل يعني شو؟ لما قرأنا هذا الكتاب مع الشيخ وائل قال لنا كان عابدا إماما زاهدا شيخ وائل حنبلي حفظه الله كان عابدا إماما زاهدا له قصص عجيبة في العبادة طيب إذن وبي إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خسين عن شاهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعوا هذا حديث يحفظ جميل جدا ألا أخبركم بخياركم لكم من أحسن الناس فيكم وعنده صلى الله عليه وسلم لا يذكر أسماء غالبات إنما يذكر صفات ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله بس واحد إذا شافوا بالذكر الله هذا خير الناس قال الشيخ السيد محمد علي تقمده الله وإيانا برحمته هذا هو سيماء أولياء الله الذين تنفعنا صحبتهم قال الشيخ المحدث الدالوي إذا رؤوا ذكر الله لظهور سيماء العبادة في وجوههم وتذكير حالهم يعني في ناس بأعلم بس تشكون حس حالكم أصير فلاش تسبح فلاشوا بسم الله فلاش تستحبين الله خيركم من إذا رؤوا ذكر الله وأيضا لأن حالهم يذكروا بالعبادة حالهم يذكروا بالله حالهم يذكروا بالخشية من الله سبحانه وتعالى ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشيراركم قالوا بلى قال المشاقون بالنميمة الذين يمشون بالنميمة ما هي النميمة هي أن ينقل الذي ذكرناه قبل قليل أن ينقل الكلام من زيد إلى عمر على جهة الفساد والشر قال المبسدون بين الأحبة وفي رواية المفرقون بين الأحبة يتعلمون منهما قال تعالى ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال الباغون البراء العنات الباغون هذا اسم فاعل البراء مفحول به له يعني الباغي مفردها الباغي اسم فاعد بطر قتل قاتل البراء مفحول به أول للباغون والعنة مفحول به ثاني الباغي يعني الطلب يعني يطلبون الأبرياء بالفساد ينشرون بينهم الفساد ويطلبون الأبرياء بالهلاك يعني بيجي الأنسان صافي ونضيب بيحاول يفسد بينه وبين أفو يا أخي ولا ما في أجمل أن تبقى علاقات بين الناس على خير وعلى قدم وساء هؤلاء الذين هم شرار الخل هم احفظوا ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاءون بالنميمة ينقلون الكلام على جهة الفساد المفسدون بين الأحبة وفي رواية المفرقون بين الأحبة الباغون البراءاء العنة الذين يطلبون الأبرياء بالفساد بالهلاك بالإفساد بانتبعنا إفساد ذات البين نسأل الله عز وجل وآفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كم ديرني